موسيقى أرحب بكم مشاهدين من العاصمة الأمريكية واشنطن في حلقة جديدة من برنامج في المحور ضيفنا الأول لهذه الحلقة هو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر والذي سنناقش معه تطورات الموقف الأمريكي من الأحداث الجارية والسريعة في سوريا تابعونا في هذه المقابلة شكراً لإنمامكم لنا المتحدث مارك تونر أريد أن أبدأ بالحديث عن الضربات الجوية الروسية والتي استهدفت لحد اليوم المدنيين العزل والمعارضة المعتدلة فقط وليس داعش ما هو تعليقكم على هذا التدخل الروسي المباشر؟ نحن نتفق معكم أن روسيا لا تقوم بما يجب فعله أو ما قالت بأنها ستفعله وهو محاربة داعش قلنا من قبل بأننا نرحب بروسيا أن تحارب داعش أو أن تدخل إلى التحالف لمحاربتها سنرى هذا كتطور إيجابي ولكن هذا لم يحدث وقد قلنا لهم إن ضرباتهم كانت كما قلت الآن ضد المعارضة المعتدلة الرئيس أوباما قام بإلقاء خطاب قوي جدا خلال اجتماع جميع العامة للأمم المتحدة ولكن كيف تترجمون ذلك على الأرض؟ لقد قلتم بأن الأسد هو أصل الإرهاب وأنه سبب وجود داعش والآن نرى روسيا تقاتل داخل سوريا لصالحه كيف تترجمون أقوى لكم على الأرض في سوريا؟ الوزير كيري قام بالكثير من اللقاءات الأسبوع الماضي مع وزير خارجية روسيا لافروف في محاولة لتحريك العملية الدبلوماسية ونحن نعلم أن روسيا لديها نفوذ سياسي على نظام الأسد ونحن نريد أن نرى روسيا تستخدم هذا النفوذ كما قال الوزير الأسبوع الماضي إنه على الرجل التنحي والسماح بانتخاب حكومة وطنية ولكن أن يبقى الأسد في الحكم بعدما فعله لشعب السوري هذا جنون وهذا رأينا ورأي أغلبية السوريين وروسيا في النهاية تلعب لعبة خاسرة بمحاولة تجميل نظامه روسيا قامت بنا في وجود حل سياسي في سوريا ولافروف قال اليوم بأنه ليس منحق أي دولة تدخل بتغيير قادة دولة أخرى ولهذا فهم ينفون نيتهم بالتدخل لإنشاء حكومة انتقالية وتغيير النظام السوري كيف تعلقون على هذا؟ أنا على علم بهذه التعليقات وعلى علم بهذا التفكير وهذا المنطق ولكن هناك اتفاق جينيف والذي خلفه الأمم المتحدة ووافق عليه المجتمع الدولي والمعارضة السورية لذا علينا أن نمشي بهذه الخطة وهي ليست حول فعل ما يريده العالم وإنما حول إنشاء حكومة وطنية يساندها الشعب السوري وهو ما سيقودنا إلى الحل السياسي وهذا لأنه برأينا ليس هناك حل عسكري للحرب في سوريا الأسد ديكتاتور قمعي وقام بالفضائع بحق الشعب السوري ويجب أن ننهي هذا وأن يكون هناك مستقبل أفضل لسوريا أنت تقول هذا ولكن الأسد نفسه في لقاء مع تلفزيون إيراني قال بأنه لا يوجد أي حل سياسي ولكننا نستمر بسماع الإدارة الأمريكية فقط تتحدث عن الحل السياسي ولكن على الأرض نرى الحل العسكري يفرض عبر قتل السوريين من قبل روسيا هذا صعب وأنا أتفهم وأقبل هذا ولكن يجب أن ندفع باستمرار الحوار وهناك قضايا نتفق فيها مع روسيا نحن نريد سوريا دولة موحدة علمانية ونريد هزيمة الدولة الإسلامية وهو عدو ليس فقط للمنطقة لكن للعالم كله وعلى الأقل روسيا قالت بأنها تريد حلا سياسيا هم لم يطبقوا هذا بعد بالأفعال ولا زالوا يساندون الأسد لكن علينا الاستمرار بالحوار لإيجاد حل بماذا تقومون الآن أو ما هي أفعالكم كإدارة أمريكية لإجبار روسيا على التفاوض وتأسيس حكومة انتقالية جديدة من دون الأسد مرة أخرى كان للوزير كيري عدة اجتماعات الأسبوع الماضي والرئيس التقى مع بوتين وسوريا كانت الموضوع الأساسي الأسبوع الماضي ونحن ننتظر أن نرى ليس فقط الولايات المتحدة ولكن المجتمع الدولي أن يأتي معا عبر مجلس الأمن لكي يضغط على روسيا وبقية الداعمين للأسد للقيام بالأمر الصحيح وللوصول لانتقال سياسي في سوريا لكي تنتهي الحرب ويحصل السوريون على مستقبل جيد سياسيا وديمقراطيا ولكن أليس على الإدارة الأمريكية القيادة؟ حتى فرنسا كانت قوية جدا بخطابها ولكن أوروبا تنتظر الولايات المتحدة للقيادة في سوريا بالطبع لا بالطبع ولا أريد ترك هذا الانطباع وفي الوقت الحالي كما قلت نحن نستمر بدعمنا للمعارضة المعتدلة دعما غير قاتل ووزارة الدفاع والبنتاجون يستمران بدعمهم لبعض هذه الجماعات ولكن علينا أن نبدل الجهد الحقيقية للوصول للحلول الدبلوماسية ولقد قمنا بهذا من قبل مع الصفقة الإيرانية النووية حيث كنا نستطيع أن نختار الحرب أو الدبلوماسية ولكننا اخترنا الدبلوماسية وقد انتصرت ونستطيع القيام بهذا هنا أيضا عندما تقول بأن هناك مساعدات غير قاتلة للمعارضة السورية بينما هم يقصفون من قبل روسيا هل هذه هي المساعدة أو الرد الأمريكي؟ لن تقدمون مساعدات إضافية لكي يستطيع الثوار السوريون الدفاع عن أنفسهم ضد الأسد وداعش وروسيا؟ هذا سؤال عادل وما نقوله إنه على روسيا اختيار مع من تقف وما هي أفعالها في سوريا الآن تقول إنها ستهاجم داعش ولكننا لم نرى هذا حتى الآن لذا سنستمر بالضغط عليها للوصول إلى حل سياسي ماذا عن قوات المعارضة المعتدلة؟ حتى الآن نحن نستمر بمساندتهم بمعونات غير قاتلة ولكننا ننظر في هذا الموضوع ما نقوله هو ماذا عن برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية؟ لقد تم إيقافه بشكل مؤقت وهذا موضوع مختلف حيث نقوم بتدريب بعض القوى السورية التي تقاتل داعش في الشمال ولكن هذا البرنامج لم يرقى لتطلعاتنا لذا نحن ننظر إلى كيفية تطبيقه بشكل أفضل ونحن ننظر إلى مساندة الفرق التي تقاتل داعش بشكل قوي مثل بعض الفرق الكردية والعربية والتركمانية وهي القوى الشجاعة التي هزمت داعش بقوة في السابق زارة أردوغان اليوم أوروبا والتقى مع قيادات في الاتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة حضر جوي في سوريا ما هو موقفكم من هذا الاقتراح نحن نتحاور مع تركيا حول هذا الموضوع الأشهر الآن بالطبع تركيا ترى ما يحصل في سوريا كتهديد لحدودها وتشعر بهذا الخطر ليس كما يشعره السوريون ولكن أكثر من التهديد الذي نشعره في الغرب أو الولايات المتحدة لأنه يحدث في جوارهم لذا هم قلقون على حدودهم نحن متمسكون للكثير من الأسباب العملية أن منطقة الحضر الجوي ليست منطقية هم يريدون منطقة حضر جوي ونحن نختلف معهم وما نحاول أن نقوم به عبر استخدام قاعدة إنجرليك هو أن نأخذ القتال إلى داعش في شمال سوريا أن ندفعهم خارجا أن ندعم المقاتلين السوريين الذين يحاربون على الأرض داعش بقوة وسنستمر بدعمهم لذا لا نريد منطقة حضر جوي ولكن نريد التخلصات من داعش كونه وصواريخ روسيا ما هم وقفكم حول هذا أنا أتفق معك بالتأكيد وهذا يأخذنا إلى أن روسيا ومساندته المستمرة للأسد خطأ في الحسابات الاستراتيجية الروسية والكثير يقولون إن روسيا الآن تقود المعادلة في سوريا ولكننا لا نؤمن بهذا فروسيا تستمر بدعم نفس الرجل الذي دعمته خلال الأعوام الماضية وهذا لمصلحتها القصيرة المدى ولكنه ليس من مصلحتها على المدى الطويل وليس من مصلحة سوريا على المدى الطويل السؤال الأخير هو عن إرسال روسيا لمتطوعين اليوم أو مرتزقة لسوريا تماما كما فعلوا بأوكرانيا والذي سيجعلهم غير مسؤولين عن الجرائم التي سترتكبها هذه القوات كيف سيتعامل المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة قانونيا مع هذه الانتهاكات وجرائم الحرب التي تخطيت روسيا لارتكابها؟ آسف على مقاطعتك لقد رأينا هذه التقارير ونأخذها بجدية كبرى كما أشرت وهذا صحيح أن روسيا قامت بهذا في أوكرانيا وسنستمر بالمراقبة لكننا لم نسمع ردا أو توضيحا من روسيا حول نواياهم وهذا متعلق بأن روسيا تقول شيئا وتقوم بشيء آخر تماما وسنستمر بأن نقول لها إنها إذا كانت جدية بمحاربة داعش سيكون لهم دور بهذا ولكن بصراحة لم نرى هذا حتى الآن وإذا وضعت روسيا أي جنود على الأرض في سوريا ليس بهدف قتال داعش هذا سيكون مقلقا جدا لنا ولكن هل هذا جزء من السياسة الأمريكية والتي يقول البعض بأنهم سيتركون روسيا تتورط وفوتين في سوريا؟ قطعا لا ولكن رئيس أوباما قال بأن الأسد قاتل للأطفال ويستمر دعم الأسد اليوم إذن أين هي الأفعال الأمريكية؟ بصراحة الفكرة التي دائما أقولها هي أنه على قدر ما نقول بأن داعش متوحشة وإرهابية ولكن الأسد قتل مدنيين سوريين أكثر من داعش وهذا يدل على مدى وحشيته مرة أخرى نحن بحاجة لحل سياسي وليس عسكريا هنا وعلى روسيا التعاون بجدية للوصول لهذا وجعل الأسد يقوم بهذا أيضا سنستمر بالضغط وأعلم أن هذا لا يعطي الانطباع المطلوب مثل الحل العسكري ولكننا نؤمن أننا نستطيع وضع طريق دبلوماسي يوصل إلى نهاية ناجحة شكرا لك مارك تونر أما ضيفنا الثاني لهذه الحلقة شكرا لك من السويدة بعد اغتيال الشيخ البلعوز الشيخ الكرامة كمان هلأ في اختفاء لجنود وهو يعني أحد أعضاء حزب البعث أو حكينا عن هذه التطورات العملية للأسف حد التطورات في السويدة خفت كتير كنا متوقعين أن التطورات ستأخذ شكل مختلف نهائيا لكن النظام يعرف يلعب صح للأسف النظام دائما دائما هو عم بيكون خطوي قدامنا للأسف للأسف الشديد التطورات في السويدة هدأت بشكل عام النظام قدر يمتص فورة الغضب اللي حصلت نتيجة اغتيال الشيخ البلعوز طبعا في حاليا كمان اغتيال رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة السويدة ومدير الحزب المحافظة اللي هو شبل جنود اغتالوا ولا اختفاء هاي المشكلة المشكلة اليوم نحنا ما نعرف شو صار معه تم إيجاد سيارته بمنطقة على طريق بين السويداء وصلخد بمنطقة اسمها ضيعة الرحى لكن ما حدا عرف بالضبط وين هو سمعنا في إشاعات إشاعات قالت أنه وجدت جثته جنب السيارة ما عرفنا بهذا الموضوع ليش سيارة محترقة أو مين اللي اغتالوا مين اللي مصلحة بياغتيالوا هل هو النظام هل هي المعارضة هل هي جماعات معارضة هو شو موقفه هو شو موقفه شو كانت الملابسات حوله لهذا الشخص هو شخص يعني أحد أركان النظام بالمحافظة تماما أحد أركان النظام بالمحافظة هل هو الامتصاص غضب المحافظة يعني بعد التخلص من الواجهة من الشخص المستفز هلأ ممكن النظام يكون حقير لهذه الدرجة نحن نعرف أنه النظام حتى بيطعن بأعز أعز أصدقاء وبيطعن بالمواليين لأله شو الحدف من وراء هاي الفكرة نحن عن جد لهلأ ما بنعرف لهلأ أنه تركتنا شو صار عن جد وما بنعرف هل هو مختطف هل تم قتله لكن إجاد سيارته محروقة هي إشارة حسب اعتقادي الشخصي تم قتله وتصفيته في موجة غضب وفي موجة من الأشخاص اللي يعني بيعارضوا هذا النظام بالسويدة وهم ملساتوا موجودين بالنهاية وحتى يعني اغتيال الشيخ وحيد بلعوس يعني زاد من هذا الغضب لو أنه في سكون هلأ برأيك تنتهى هل تحرك هل شعور الضمني تحت الرماد؟ برأيي هيفي المشكلة حاليا في السويدة نحن واقعين بين مطرقة النظام وسندان المعارضة الوضع صعب جدا كثير لأهلنا على الأرض يعني أكيد برن يحاربوا النظام فيه أعداد كثير كبيرين بدأ تقاوم النظام بدأ تطرد النظام من محافظة السويدة لكن المشكلة اللي واقعين فيها أغلبية الإسلاح بالمحافظة جاي من قبل النظام أغلبية الذخيرة لدى جميع الجماعات المسلحة بالمحافظة جاي من قبل النظام يعني استولوا عليها المعارضة بالضبط فإذا اليوم أعلننا مواجهة مفتوحة باتجاه النظام خلال ساعتين رح تخلص صد أخيرة من أهل السويدة مين رح يسلحهم مين رح يقوم بتسليح الأقلية الدرزية في محافظة السويدة تماما لهلق ما شفنا أي دعم لهذه الطائفة وهذا شيء جوهري فالمعارضة بالسويدة بتحسبها كثير منيح أنه إذا نحن واجهنا هالنظام هل رح يمكننا الانتصار عليه بفترة محدودة بفترة زمنية معقولة أو فقط رح ينتشر هو علينا رح تخلص ذخيرتنا بساعتين للأسف هذا هو الواقع حاليا من المعافظة السويدة هو الصمت لأنه ما في يعني ما عم بيشوفوا المنفذ أنه كيف بدون يقدروا يتخلصوا ويتردوا النظام نهائيا بالضبط بدون خطة محكمة نقدر من خلاله ولكن النظام السوري يعني هو كان خسارة كبيرة لأله لأنه دائما يعني يقول بأنه يحمي أقليات ونفس هذا الكرت المحروق ولكن يعني إذا خسر السويداء يعني هو لن يستطيع ضرب السويداء بالطريقة التي يضرب بها الأغلبية السنية يعني هذا واقع صحيح صحيح كلامك فعلا هو النظام بيدعي أنه هو يحامل أقليات بس لكن هذا الكرت محروق حتى بالنسبة لأهلنا بالسويدة هني بيعوا تمام الوعي أنه هني بالنسبة للنظام وقود لتمويل وقود للحرب اللي عاب يقودها على شعبه ورهائل الحقيقة بالضبط هيك هو لا يحب الدروز ولا يحب العلوي ولا يحب المسيحية هو يبدو عساكر لحتى تخوض الحرب القذرة اللي هو عام بيخوضها إذا كانوا سنة منيح إذا كانوا الشيعة منيح إذا كانوا حزب الله إيرانيين حتى روس كمان منيح بالنسبة له فهو لا حامل أقليات ولا شيء هو حامل كرسي تبعه طب وليد جنبلات يعني صرح وهو مستعد يعني وليد جنبلات عنده علاقات كبرى دولية يعني في حال كان هناك يعني قرار من أهل السويداء بالوقوف بوجه النظام ما حدا حيقدر يعني ما يسمح بنوع من الحماية لأل هونت صحيح من الحماية؟ من رح يعطي حماية؟ شوفي اللي أقول لك حتى الأردن يعني ممكن تتدخل لأنه أزا يعني كان في نوع منه تحت الأمريكي وعدت بحماية الشعب السوري الأتراك وعدوا بحماية الشعب السوري الأردن وعدت بحماية لكل عالم عبتوعد بحماية لكن لما البراميل بلشت تنزل مين وقف مع الشعب السوري؟ ما حدا وقف معه لما طلعوا لاجئين على دول العالم ما حدا استقبلهم حتى هلق حاليا يعني هاي أكبر مشكلة حاليا عبتواجهنا فالوعود شيء ونحن ما عم نقول ما عم نقول وليد بيك بيوقف أكيد مع الجبل وليد بيك بيقدر يدعم الجبل بطرق مختلفة لكن في حرب بلننخوضها هاي الحرب بلننخوضوها أهلا ما نتوقع من حدا أنه يخوض الحرب تبعنا النظام السوري بعد تدخل حزب الله وخسارته بالزبداني إنهاك لكل القوى المؤيدة أو المدافعة عن نظام السوري حزب الله وإيران وجاء تدخل الروسي طبعا يعني عندما لم يكن هناك أي خيار آخر بلأيك هل هذا هو سبب تاني يعني يخلى أهل السويداء أنهم يهدوا شوف اللي أقول لك اليوم نحن نعرف أنه روسيا كانت تدعم النظام من فترة طويلة من أول الثورة ومش من اليوم تماما نعرف بهذا الشي والكل اللي بيعرف وحزب الله وعراق وإيران كل الشيعة بالمنطقة عبيد عموا هذا النظام أكيد دخول الروس على الخط بهذا الشكل القوي دخول الروس واحتلال مناطق في سوريا بهذا الشكل أكيد خلى الجميع يعيد حساباته مو فقط للدروز مو فقط أهل الشام مو فقط أهل حلب كمان بالمجتمع الدولي بشكل عام اليوم نحن في عندك هارثة حقيقية على صعيد السياسات الخارجية لكل دول العالم كيف بدون يتصرفوا مع الأزمة الروسية بالبداية عم بيحاولوا يفهموا شو بدوا بوتين بسوريا ليش دخل بهذه الطريقة وفيه طبعا تحليلات طويلة عريضة لهذا الشيء هل هي مخرج لأزمته بأوكرانيا هل هي ورقة رح يستخدمها لحتى يضغط على المجتمع الدولي لحتى يرفعوا العقوبات عن روسيا وبعدين بيتخلى عن بشار الأسد ما بنعرف شو عم بيفكر الشيء الوحيد اللي بنعرفه حاليا أنه للأسف كان في قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هذا القطب انتهى بظل هذه الإدارة بظل هذه الإدارة بالمستقبل بنعرف طبعا بوجود رئيس ثاني بوجود رئيس ثاني هو ممكن فورا هذا الموضوع ينتهي ويحط له حد للمهزة لتبع بوتين لأنه بصراحة قوة روسيا وقوة بوتين وكل الطيارات الروسية هي عبارة عن بالون ممكن ينفقع بأي الأحضر فقاعة تماما مبنية على قوة حققية واستغلوا فقط ضعف السياسي الخارجية للرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية وتمددوا على حسابهم برأيي أنا أي رئيس ثاني وتحديدا إذا هيلاري كلينتون إشت بعده فرح يتم وضع حد مباشر لهذه الصبيانية تبع بوتين برأيي طب انت برأيك شو أبعاد هالتدخل الروسي يعني البعض عبيقول أنه هو تورط أنه دعو روسيا تتورط في سوريا جرائم حرب حد ارتكب باسم طائرات بوتين الآن يعني هو يضع اسمه أفغانستان ثانية روسيا بعدها يعني حيكون فيها تغيير جذري وبنفس الوقت بيقولوا أنه يعني ما حيقدر يساعد النظام السوري هو اليوم يقوم بضرب المعارضة والشعب السوري المدني بضاء يعني صواريخ عمياء مثل البراميل المتفجرة تماماً كيف بيقدر هو يعني فعلاً تغير من ميزان القوى على الأرض شوفي لقليك بالنسبة لأهلنا على الأرض بالنسبة للثوار بسوريا الموضوع ما تغير كثير كنا عم ننضرب وننقصف بطائرات روسية يقودها طيار سوري اليوم نفس الطائرات الروسية يقودها طيار روسي ما تغير شيء بالنسبة للمقاومين على الأرض وتعلموا بالضبط الجيش السوري هو تدريب الروسي فما راح يتغير شيء كثير بالنسبة لأهلنا على الأرض أنا برأيه راح يمتصوا هاي الصدمة وراح يكون مستغرب بوتان راح تحجموا هذا الموضوع راح يشوف بعد لحظة مستوى التحجيم اللي أدالوا هذا لما كل الجيش الروسي بعظمته طبعاً الفقاعة العظمية طبعه بعظمته الإعلامية البروبوغاندا طبعاً راح يلاقي أنه ما قدر يعمل شيء مع الجيش السوري الحر مع الثورة السورية ما قدر فعلاً يساعد النظام فطبعاً هون راح يكون هاي خسارة كتير كبيرة خسارة إعلامية خسارة بروبوغاندية للنظام الروسي بسوريا أنا أملي أنه أكيد راح يقدروا الشباب على الأرض يمتصوا هاي الصدمة وما راح فعلاً تأدي لأي تغيير استراتيجي تماماً في ميزان القوى يعني طب ماذا عن يعني علاقات الدولية أو الضغوطات الدبلواسية قمت بإجراء لقاء مع المتحدث في إسمازات الخارجية وكان يتحدث عن العملية السياسية والانتقال السياسي للسلطة ولكن هذا لم يعد له وجود اليوم روسيا تتنصل من أي اتفاق أو انتقال السياسي للسلطة وتقول تدخل في سوريا مرفوض وطبعاً بشار الأسد في مقابلته مع تلفزيون العالم أيضاً يؤكد على أنه ليس هناك عملية سياسية وانتقال للسلطة طب شو بيعنيه اليوم هذا الشي على الأرض؟ تمام اللي بيعني لنا نحنا مشكلتنا اليوم الخارجية الأمريكية والسياسية الأمريكية هي رهينة البيت الأبيض رهينة تبرير سياسية البيت الأبيض يعني لما بتحكي معهم بتعرفي أنت أنهني حتى مش مقتنعين بالكلام اللي عم بيقولولك يا لكن هني مضطرين يبرروا السياسي اللي بيتخذها رئيس الدولة تبعهم حتى لو هني جخصياً غير مقتنعين فيها تماماً مثل ما شفنا هيلاري كلينتون لما تركت الخارجية طبعاً عرفنا شو هو رأيها الحقيقي لما تركت الخارجية روبرت فورد السفير فورد لما بطل يمثل بلده بشكل رسمي شفنا بالفعل شو هو رأيه الحقيقي وبرأيي هاي المشكلة اليوم كلهم الخارجية الأمريكية السياسية الأمريكية اليوم شغلتها فقط الترقية النظام الإدارة الأمريكية عم بتخطر بمأزقي كتير كبير وأصلاً يعني النظام الإدارة الأمريكية اليوم قضت على مصداقية الخارجية الأمريكية في مثل بيقول في مثل بيقول مثل قديم بيقول إنه جيش إسبارتا لإعطاء مصداقية لديبلوماسية إسبارتا وديبلوماسية إسبارتا لحتى تمنع استخدام الجيش لإسبارتي فشوفي شو صار هون اللي صار هون إنه طلع براك أوبامو عبو قلهم جيشنا ما راح يدخل جيشنا ما راح يدخل جيشنا ما راح يدخل يعني إذا جيشك ما راح يدخل ليش حتى نسمع كلمتاك حتى راح نخاف منك فهذا اللي صار فعب يسمع بوتيين إنه يا أخي هذا الزلمي ما بده يدخل الجيش يعني لأي سبب كان فخلص معنا تخيرين نتنمرد عليه وفعلا هيك اللي صار هاي يعني بأبسط هاي بلغتنا السياسية السورية تماما لهيك بوتيين فعلا تمدمد واستلم كرسة قيادة العالم لكن الكرسي موئله ما عنده للقوة الاقتصادية ولا القوة السياسية ولا القوة العسكرية ولا القوة كأثير الدول يتابعوا لحتى يحافظ على هاي الكرسي بمجرد ما إيجا رئيس أميركي قادر يعب بهذا المنصب راح تختلف الأمور بشكل كامل برأيك هل نحن يعني أسرى لهاي الإدارة الأمريكية يعني ننتظر حتى تأتي إدارة قادمة بعد عام من اليوم مو بس نحن أسرى لإلى نحن وأوكرانيا وأوروبا والعالم كله أسير لهي سياسي أمريكي ضعيفي سمحت لدولة متروسية بالتمدد وباستعادة النفوذ السوفيتي الذي كانت تحلم به مو بس نحن بسوريا فدول العالم كلها عم بتعاني من غياب الدور القيادي الأمريكي لكن هذا الموضوع بصراحة برأيي أنا يعني المرشحين للانتخابات الرئاسية بأمريكا تحديد المرشحين ديمقراطيين ما راح نفوت بالسياسة الداخلية هون بس لكن حاسين أنه فيه أمل أنه حيكون فيه طبعا شيء متغير مع الجمهوري أو الديمقراطي في حال تغيير فيه قطع تام مع هاي السياسين تماما حيكون في ردة فعل طيب برأيك هل يعني شو هيصير بالبطع السوري إذا فعلا كان الانتظار لمدة عام على هذا المنوال يعني شو بيصير بالموقف السعودي بالموقف التركي فيه دعم فيه دعم للمعارضة السورية يعني يأتي من هذه البلدان طيب شو هيصير برأيك على يعني في خلال هذا العام هو عام كتير حاسم بالنسبة لسوريا صحيح أكيد أكيد السنة هاي اللي رح تجي رح تكون كتير حاسمي وبرأيي أنا برأيي أنا يعني نحن مرقة أربع سنين والشباب اللي على الأرض قدروا يحافظوا على الوضع بهذا الشكل كل التقدم اللي حصل هو بفضل الشباب اللي على الأرض بغض النظر عن الدعم الدولي تماما فبرأيي خلينا نصبر على حالنا الدعم الدولي هو رح يضيف شيء لكن رح يضيف شيء رح يضيف لقدراتنا لكن غياب الدعم الدولي ما رح يأخرنا أكتر لأنه هو غائب حاليا ما رح يكون أسوأ من الوضع حاليا فأملنا نحن طبعا أنه الشباب اللي على الأرض ثوار اللي على الأرض مصلحين اللي على الأرض يقدروا يحافظوا على مواقعهم يصبروا شوي أنا عندي أمل أنه الدعم الإقليمي رح يكون أكبر بكثير بهذه المرحلة تماما سيكون في زيادة من الدعم الإقليمي طبعا هذا الشيء أكيد كمان لأنه صارت ما عاد اسم الحرب بسوريا ما عاد اسم الثورة السورية صارت حرب العالم بسوريا كم طبقة صار في عنا هلاق في عنا داخليا بين النظام وبين المعارضة في شيء كمان طائفي سنة وشيعة كمان في شيء إقليمي في عنا دول الخليج وإيران وتركيا دول الخليج بمواجهة إيران والعراق وشعة العراق وحزب الله في عنا على المصاعد الدولي روسيا وروسيا وإيران والصين فعلا هن هن هدولي كمان محور وبيجي عنا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية فإذا هي حرب عالمية فعلا عم تقوم حاليا على الأرض السورية للأسف للأسف الشديد عندك معلومات عن حقيقة اللي عم بيسير بدلعة يعني نظام السوري يقول بأنه هناك نوع من المصالحة وطبعا يعني البعض يقول بأن هذه إشائعات شو معلوماتك عن اللي عم بيسير شوفي اللي أقول لك أنا برأيي وشكرا للأردن لأنه حاليا الأردن هي الوحيدة اللي اشتغلت صح هذا برأيي أنا شخصي ليش تغلوا صح؟ فقط طلعي على الاختلاف الكبير بين المنطقة الجنوبية وبين الشمال السوري الشمال فوضى عارمة بصراحة الأردن قدر يضبط موضوع الجنوب قدر يضبط لمين عم بتروح الأسلحة فقط للأياد الصح ما عم بتروح للأياد الخاطئة لكن هذا مستمر يعني يقولون بأنه مستمر هذا مستمر حتى هاي اللحظة برأيي أنا طبعا المشكلة بالأردن المشكلة بدرعة مش بالأردن النظام شو عامل؟ النظام متحصن بدرعة بمدينة درعة متحصن مع الأهالي ملغم المدينة بد كنت فوتو تاخدوها فوتو خدوها ما في ولا مدني بيطلع طيب من هاي المحافظة وكل واحد كل واحد بالعناصر المسلحة بالجيش السوري الحر بالجبهة الجنوبية بالمقاتلين تبع الجبهة الجنوبية كل واحد أم بيقاتل بهدول عنده أهل عنده خية عنده أخت عنده أم عنده أب بمحافظة درعة تماما بمدينة درعة بالضبط بالضبط هاي المعادلة اللي النظام عاملة بدرعة فلذلك نحن ما عم نشوف تقدم على هذا الصعيد لأنه المدينة ملغمة يعني النظام محصر يعني أخذ المدنيين رهائن بالضبط 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 هايك رهائن ودروع بشري وبصراحة نح رح نقتلهم رح نفجر هاي المدينة كاملة إذا بتفوتوا تاخدوها بلكن تاخدوها خدوها ركام مع أهلكم فيعني موضع صعب طب برأيك فيه أي نوع من التنسيق بين الثوار بالسويدة وبين الجبهة الجنوبية بدرعة فيه تنسيق نعم فيه تنسيق التنسيق بسيط جدا للأسر ليش ليش بسيط جدا المشكلي لما بتنزلي على الأرض تمام أنا حكيت أنا كنت على تواصل مباشر مع الشيخ البلعوس كنا نحكي معه بشكل دائم وكان يقول لي يا أخي ليك الثوار بدرعة اختطفوا ابن فلان واختطفوا ابن فلان وبدوا المصاري لحتى لك يا أخي نطلع يا أخي مين الثوار بدرعة نريد تجيب ما هي المشكلة هون أنه في حد عبو أعباناتهم منضبط من الثوار بدرعة مين قال لك أنه جبهة جنوبية قال لي بابا عرف هيك طلع إعلان على صفحة فيسبوك أنه نحنا اختطفنا هاي طيب يا أخي هذول مش أعطيني اسمهم قال اسمه اللواء الفلاني نحكي مع اللواء الفلاني والله العظيم ما عنا علم طيب لمين بدنا ندفع في دي نحنا هاي المشكلين في مين عب يوقع بناتهم والمشكلة لما بتنزلي على الأرض لما بتنزلي على الأرض يعني وسائل الإعلان بالنسبة لإله غير مفتوحين بالشكل اللي نحنا نقدر نشوف المعلومات الحقيقة تماما عندهم المعلومات كتير ضيقة عابط نخطف ناس من درعة فصيل من لسويدا بيعلن المسؤولية عنها بينخطف ناس من لسويدا يعني ماشي النظام بحالة الفتنة بس في وعي على هالموضوع برأيك في وعي في وعي لكن حتى لو في وعي حتى لو في وعي لما عب يصير الموضوع شخصي عب يصير الموضوع شخصي واحد أخون خطف تمام بهاي القرية من درعة ماشي في في احتمال كتير كبير في وعي أنه ممكن يكون هذا النظام مو أهل درعة مو أهل كذا ولكن في الخوف يعني في هل التوجس أنه ماذا يعني لو كانوا أهل درعة فعلا صح في ناس عند وعي مو أكل عنده وعي تمام مو أكل عنده وعي لكن في خلينا نقول نخب بالمحافظتين عند وعي لهذا الموضوع العقلاء بالمحافظتين طب أنت شو بتقول مثلا يعني بتوجه لهم رسالة هلأ بما أنك أنت يعني ممكن يكونوا عم تفرجوا عليك بالسويدا طبعا أنا يعني برسالتي لمحافظة السويدا أهم شيء الخطوة الأولى النظام عم بيحاول يزرع فتني بين أهل السويدا نفسهم هاي بالخطوة الأولى بين معارضة ونظام بين تحديدا شيوخ الكرامي والناس اللي عم بتقاتل مع شيوخ الكرامي والميليشيات اللي سلحها النظام أنا برأيي هاي أهم نقطة اقتتال طائفي درزي درزي هاي أول فتني للنظام الخطوة الثانية اللي عم بيحاول يعملها اللي هي خلق هاي الفتني بين درعا وبالسويدا وأنا بعرف أنه هذا الموضوع لا يغيب عن أي أحد بالمرحلة الحالية طب هل ممكن يعني أن يقتل درزي أخو درزي يعني من أجل النظام حتى هاي اللحظة حتى هاي اللحظة النظام فشل بيه شكل عام برأيي أنا وإذا بدك يعني يكون صريح ما في درزي رح يقتل درزي ثاني لأجل لأجل موضوع السياسي الله لا يقدر ممكن يصير فيه اقتتال داخلي فقط لما بصير فيه مناصب قتال على المناصب مو قتال على صف بين النظام ومن نظام طبعا لما بيكون فيه سلاح فيه زعران كثير بالسويدا ممكن تقاتل للحصول على مناصب ممكن تكتل أهلا فبالسويدا وبأي مكان هيك للأسف وأنا كل القراءات اللي عبقولها أكيد ما رح يقتلوا بعضهم بأوامر من بشار الأسد أو بأوامر من مينما كان لكن يمكن يصير فيه نزاعات مسلحة كونه السلاح غير منضبطه مع كل العالم لما بيسقط النظام إذا سقط النظام ممكن يصير فيه حالة من الفوضى تماما هذا اللي لازم نتجنبه هذا اللي لازم نتجنبه لازم نرتب بيتنا الداخلي ما نشمت العالم فينا ما نخلي العالم يضحكوا علينا هذا الاقتتال الداخلي حقيقي وفيه مؤشرات لإله ممكن تصير طيب يعني النظام السويد دائما بيهدد أهل السويدة أنه داعش داعش على الأبواب يعني هو هذا الكرت اللي كان يعني بيخاف أي حدا يعني بيعرف عن العالم بيصير منه وخصوصا أهل درعة طب لي ما بيكون فيه تنسيق بين أهل بين أهل السويدة عفوان وبين أهل درعة اللي مسلحين اللي بيقدروا يضعفوا عنهم صدقيني في هذا النوع من التنسيق في هذا النوع من التنسيق هذا النوع خفيف وبرأيي أنا هذا أخطر الشي بالنسبة للنظام السوري صح أهل السويدة بيتحملوا مسؤوليته أكثر من درعة حتى أكون صريح معك بهذا الموضوع التنسيق من طرفنا هو يخف بكثير تماما في خوف في ناس كثيرة عابت مد إيدا من درعة عابت مد إيدا من درعة لألنا وخلينا نحكي وخلينا نتفاهم وألاف البيانات نحن لا نكن أي سوء لأهلنا في السويدة للطائف الدرزي ألاف البيانات بهذا الموضوع في تقصير من طرفنا نحن ليش؟ هذا التقصير بالدرجة الأولى السويدة لازالت محتل من قبل النظام أي تواصل مع جماعات مسلحة هذا رح يعرض حياة العالم للخطر في فقط بعض الجماعات المسلحة اللي حاليا هي خارج فلك النظام هاي ممكن تتواصل وبرأيي لازم نشتغل أكثر على هذا التواصل وأنا حاولت بأكثر من مرة أن يكون صلة وصل أنا على علاقة جيدة مع الجبهة الجنوبية ومع المتحدة بسم الجبهة الجنوبية فحاولنا نكون صلة وصل بين هاي الأطراف يعني إن شاء الله خير بخصوص موضوع داعش أهل السويدة كتير بيعرفوا منيح كما شو سيارة سيارة مع باية متفجرات تمام؟ لوين رايحوا وقفوها للسيارة اللي مع باية متفجرات أول شيء السيارة طالعة من فرع عسكري لوين طالعة طالعة لعند داعش لتسلم هاي المتفجرات لواحد بضيعة معروفة إنه لداعش والشخص معروف إنه مع داعش والسائق معه مهمة أمنية بهذا الموضوع ومين مسكوا لهذا السائق؟ الشيخ الكرامي رجال الكرامي هون اللي يمسكوا وكان عم بيقول لهم يا حيوانات أنا أمد تماماً طب أهل السويدة بيعرفوا؟ بيعرفوا وعيين لهذا الموضوع بيعرفوا إنه النظام حقير بيعرفوا إنه النظام هو اللي عب وقع فيهن بيعرفوا إنه النظام بدوا إياهن يتقتلوا لحتى يوقفوا معه تماماً فوعيين لهذا الموضوع لكن شو لازم يعملوا؟ كيف ممكن يتخلصوا من النظام؟ بدوا ندعم لحتى يقدروا يتخلصوا من النظام طب اليوم التقاقر اللي عم بيصير للنظام السوري يعني عم نشوف على الصفحات المؤيدة صور فلاديمير بوتين صار هو يعني القائد الروحي لسوريا يعني حتى في تهميش لبشار الأسد نهائياً صار هو القائد ويعني العلم الروسي والغناء حتى بالبحثات السورية يعني التابع للنظام السوري الغناء باللغة الروسية يعني كغناء تشجيع عسكري يعني شو برأيك هذا انعكاسه على مستقبل هذا النظام بالسوريا؟ في استماتي في استماتي حالياً لدى النظام وبصراحة هيك حسسون شبيحة على المبدأ المثل السوري اللي بياخذ أمي بقول له عمي عن جد يعني شفنا صور حسن نصر الله وهكذا تنظر الأسود وبعدين صور الخامنائي وصور إيران وقاسم سليمانيا عن جد عملينا يعني اللي بياخذ أمي بقول له عمي وبصراحة حالياً اللي معه بياخذ أمه هو بشار الأسد بشار الأسد هو أضعف لاعب حالياً في سوريا في سوريا بهذه الحرب الدائرة بشار الأسد والميليشيات تبعه والنظام تبعه هو أضعف لاعب في عنا ميليشيات عراقية ميليشيات إيرانية ميليشيات حزب الله وحالياً الروس وين النظام الله أعلم ذاب بناتاً عملياً مضل في نظام كلهم هدول يحاولوا ينفخوا بهذا النظام لحتى يخلوه ويقف على رجليه لا لا لدرجة معينة لوقت معين ما رح يقدروا ما في مستقبل ما رح يقدروا يعني اليوم بنحكي بصراحة اليوم الطائفة العلوية صف الطائفة بدون رجال يعني صحيح صحيح النظام يعني بشكل عام بشكل عام غالبيت القتلى تبع الجيش السوري هنو الطائفة العلوية ما أعضل في شباب الطائفة العلوية اليوم تحكي نحن كلنا بعدنا في عنا أصدقاء من العلويين واللي نتواصل معهم والله لما منحكي معهم لك يا أخي والله ما ضل في عنا رجال ما في ولا ضيعة ما فيها مئة مئة واحد من قتل مع النظام فإذا هاي مشكلة حقيقية اليوم أنه يعني المستقبل الطائفة العلوية أصبح يعني المستقبل وما ضل عنده رجال ما ضل عنده رجال يقاتل فيهن تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر اليوم أمامي يعني لا مبالاة أمريكية شو مستقبلون شو بيقدروا يعملوا بظل غياب الإدارة الأمريكية برأيك برأيي أنا دول الخليج مباشرة بلشت تتخذ بصراحة حلفاء أكثر عمليين أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية هي راح تكون خسارة كتير كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية إذا تتذكري لما الرئيس الأمريكي أوباما مضيق قدما بموضوع الاتفاق النووي مع إيران السعودية زارت فرنسا والرئيس الفرنسي زار السعودية وبلشوا يعملوا مفاوضات حتى للتسليح تماما فرنسا صحيح واتفاقيات اقتصادية وبعثوا رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية قالوا لهم نحن شركاء معكم مولا لكم الشريك الوحيد لألنا انتو خيار لكن فينا خيارات أخرى الخيارات الأخرى هي الانفتاح على أوروبا الغربية فهي كمان ممكن تكون شريك أكبر وبصراحة علق في ظل غياب الدور الأمريكي أكيد الدور الأوروبي رح يظهر بشكل أكبر مثل ما كنا بنعرف نحن قبل على دور حرب العراق وقبلها بريطانيا كانت دائما تابعة للولايات المتحدة الأمريكية يعني مثل ما بدل الولايات المتحدة الأمريكية هلأ رح نصير نشوف دور قيادة أكثر لبريطانيا لبريطانيا والفرنسا بالضبط لبريطانيا وفرنسا ممكن تقود بشكل عام الاتحاد الأوروبي ومشكلتهم أكبر من هيك بكثير مشكلتهم أنه روسيا هي جارتهم وصير تهديد تماما ستهديد مباشر لأنه وجودها بسوريا فإذا فلاديمير بوتين بده يعرض عضلاته هذا بيخلق مشكلة كثير حقيقية لدول الاتحاد الأوروبي وتحجيموا أمر مهم مثل ما شفنا بس كانوا عبينتظروا دور الأمريكي لكن الدور الأمريكي لن يأتي في ظل وجود هذا الرئيس تماما طيب يعني تكلمت فرنسا كثيرا أنه بخلال الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني تحدثوا عن تدخل والحوار مع الحلفاء اللي قامت منطقة حضر جوي واليوم كان أردوغان بأوروبا يعني في الشماعات مع الاتحاد الأوروبي برأيك يعني حيكون فيه أي تغيير حقيقي ويعني التحرك بإتجاه إنشاء منطقة حضر جوي قراءتي أنا للموضوع حيكون فيه تغيرات كثير كبيرة حاليا المشكلة الحقيقية بمنطقة الحضر الجوي حاليا صارت مجابهة مباشرة مع مع روسيا تماما أي مشكلة الحقيقية اليوم مثل ما سمعت قامت طائرة روسية باختراق الأجواء التركية ويعني هاي كانت مشكلة كبيرة تركيا هي دولي عضو بحلف الناتو وحلف الناتو ندت بهذا الموضوع والرئيس أنا فعلا بصراحة بيستغرب أحيان أنه تركيا هي أشجع بألف مرة من الولايات المتحدة الأمريكية تركيا أعلنت بشكل واضح إذا بتخترقوا المجال الجوي تبع تركيا مرة ثانية راح نسقط طائراتكم وطبعا بيقدروا يسقطوا طائراتهم كان فيه طائرتين اعترضت للطيار الروسي هون F-16 F-16 طائرات الأمريكية بيقدروا يسقطوها بكل سهولة تماما فإذا يعني فعلا تلاقي موقف شجاع أكثر من تركيا أكثر من أمريكا طب ممكن خطوة الثانية وهي يعني قيام بإنشاء منطقة حضر جوي ولا بلأي أكثر الأصعب شوفي لأقول لك في عدة عوامل برأيي أنا لازم تنضج قبل إنشاء هذه المنطقة قبل الوصول لهذه المرحلة وإنشاء منطقة حضر جوي شو هي كلنا نحن حابين نوصل لهذه المرحلة حسب قراءتي أنا لسه ما وصلنا لهنيك اللي بدي أشوفه الخطوة المهمة اللي لازم نشوفها برأيي هوني بنرجع للولايات المتحدة الأمريكية صحيح الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو ماخذ البلد نحو عزلي نحو عزلي سياسية بشكل أو بآخر الفراغ اللي تركوا على الصعيد العالمي هل هذا الشيء رح يستمر برأيي أنا موجود روسيا حاليا موجود روسيا حاليا بسوريا هو خطر كتير كبير أنا واثق بأنه رح يصير في ضغط كتير على الرئيس الأمريكي حاليا حتى من الجيش حتى من جماعة الأمن القومي لحتى يعمل شيء تماما الشيء اللي خايفين منه أنه يواجه روسيا على طريقة مواجهتها بإفغانستان وهي أنه تسليح تسليح عشوائي مكان يكون تماما يخففوا الضغط على داعش أوكي روسيا بدأت حارب داعش خلي روسيا تحارب داعش بصراحة تخلي عن سوريا بشكل عام وخليها معركة بين الدواعش والروس تمام مثل طالبان ولكن يعني أوروبا لن تقبل وحتى تركيا يعني المشكلة في عندك صارت سوريا يعني مكان مركز استراتيجي ولو كتير ثقل بالوطن العربي يعكس أفغانستان المعزولة بالضبط هذا شيء هذا نحن خايفين منه أنه السيناريو يتبعوه هون وبصراحة هو سيناريو أكثر ريبوبليكان هون مثل ما حسب قراءتي أنا جمهوري هو خيار جمهوري نعم هو خيار جمهوري لكن الخيار ديمقراطي أنه يكون حاليا لما يصير فيه دعم أكثر يصير فيه تنظيم أكثر للمعارضة السورية يصير فيه تبني حقيقي للمعارضة السورية تبني حقيقي مش تدريب خمسة وستين واحد وخمسة وسبعين واحد تبني حقيقي للمعارضة السورية وتسليح قوي وساعة تخلي روسيا وخلي النظام يوقف يوقف بوجهون على الأرض بالنهاية من يمتلك الأرض يمتلك الحرب تماما تماما ساعتها بصير فيه فعلا بصير فيه فعلا منطقة الحضر الجوي اللي كنا عم نحكي عنها بدي شوف إرادي دولي أكبر لدعم المعارضة السورية لما بتشوفي هاي صارت موجودة فمنطقة الحضر الجوي رح تجي بعد مباشرة تماما هاي هي بتاعتي يعني إشارة فيه من ضج الملحة حضر جوي وما في أي شيء على الأرض تماما بالضبط بنا نشوف أنه فعلا تبني حقيقي من قبل أوروبا الغربية وبريطانيا والولايات المتحرة أو بلاها تمام طبعا أكيد أكيد الدول الخليج العربي السعودية وقطر وهني عبير عموا بشكل يعني بشكل كثير كبير لكن رح ينضم مولا على نفس المستوى دول أوروبية فرنسا وبريطانيا وغيرهم دول أوروبا الغربي للدعم المعارضة السورية بهذا الحجم ساعتها بتحسي أنه صار في العوامل المناسبة والبناخ المناسبة لإنشاء منطقة منطقة حضر جوي وللروس ولا غيرهم يقدر يقترب منه شكرا كتير لألا كرامي نخلع طالعا الوقت شكرا كتير شكرا لكم مشاهدين أتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا في حلقاتنا لليوم ألقاكم الأسبوع المقبل دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة